طيب مباراة بكرة مين اللي هيدير المباراة؟ حكم مباراة بكرة مين؟ ماتش الأهل ومباراة بيراميز رغم أن المباراة يعني تحصل حاصل الأهل البطل بيراميز الثاني والوصيف واللي اتنين هيلعبوا دورة أبطال إفريقيا ولكن تعيين حكم أو طاقم تحكم هذه المباراة كان عامل أزمة شوية في لجنة الحكام وانا لما بقول أكتر من مرة ليه بركز في مسألة التعينات لأن دي الجزئية اللي بتبين لي فيه تطوير ولا ما فيش تطوير فيه عدالة ولا ما فيش عدالة فيه تعينات سليمة وبمعايير فنية ولا ما فيش والنادي الأهلي لما طلع بيان وقال أنه أرسل خطاب رسم الاتحاد الكرة بيطلبوا بالاهتمام بتطوير المنظومة التحكمية والأهل فايز بالدوري ده أكبر دليل للأهلي يهموا تطوير المنظومة بغض النظر هو فايز ولا خسر فده أكبر دليل ولكن الأهلي لما بعد كده عشان الموسم اللي جاي لأن الموسم ده كانت فيه مشاكل وأكبر مشكلة كانت في الموسم ده واللي بتواجه بريرة دلوقتي وده هاجي فيها يعني هتكلم فيها بعدين مش دلوقتي لأن فيه مشكلة بتواجه بريرة دلوقتي هيجي وقتها وعشرح تفاصيلها ولكن جزء من هذه المشكلة مشكلة التعينات ليه؟ ماتش الأهل وبراميز كانت فيه أكتر من اسم مرشح لهذه المباراة فيه بعض الأطراف داخل الاتحاد بالطالب بإسناد المباراة لحمد القلاو حكم الدرجة الأولى عشان لو ترشح للقائمة الدولية يبقى الهيستري بتاعه الموسم ده فيه أرقام تشفعله إنه يكون مرشح للقائمة الدولية وده بيحصل في الفترات الأخيرة حتى في التعينات اللي بتحصل في تقنية الفيديو على فكرة فيه حكام بتاخد مطشط كتيرة في تقنية الفيديو عشان كده تعمل أرقام توصل إنها لما تبقى مرشحة للقائمة الدولية يحصل تسكية وتقدر تخش فكان ده الإسم اللجنة فقرت في الكابتن محمد عادل وأنا في نفس المكان ده قلت قبل مطش الأهل والزمالك الكابتن محمد عادل كان مرشح للمباراة ولكن تم استبعاده دون أسباب وتم تعيين الكابتن أحمد الغندور وتاني يوم كان فيه تعيين للكابتن محمد الحنفي تبقى لرغبة الكابتن توفيق السيد محمد عادل اعتذر عن مباراة الأهل والبيرامدس ورفض سياسة التعيينات اللي بتتم خلال هذا المسي بقول هلكم بصراحة رفض سياسة التعيينات اللي بتتم خلال هذا المسي لأنه هو شايف وغيره من الحكام أنا بقول بقى تبقى للمصادر اللي بتجيلي من لجنة الحكام هو وغيره شايفين بكلامهم مع أعضاء اللجنة إن فيه حكام الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بيعتمد عليهم ومصنفين فأنت كاتحاد محلي أو كلاجنة حكام الاتحاد الوطني لازم تديهم دفعة قوية وتديهم مطشط كبيرة لكن إنت لما بتعملش ده بتأثر عليهم برا يعني ماتش قاله زمالك لا كان في محمد معروف ولا أمين عمر ولا كمان محمد عادل ماتش التتويج لا كان فيه أمين عمر ولا محمد معروف ولا محمد عادل بس جبت عمر الشناو بعد فترة لما كان بعيد تماماً عن التعينات بعد ما رجع من كاس العالم ولي كانت غريبة برضو الناس كانت بتتوقع أن يكون عمر الشناو على الأقل موجود في ماتش قاله زمالك لكن ده ما حصلش فأمحمد عادل شايف أن التعينات مش ماشة بشكل صح فاعتذر عن إدارة مباراة بكرة طيب مين اللي هيدير مباراة بكرة؟ الحكم الذي لم يدير السنة دي أي مباراة للأهلي ولم يدير السنة دي أي مباراة البيرامدز هو اللي يدير مباراة بكرة الناس تقول لي طب ما احنا لا نفتح بقى الكاشكول وندور ونشوف مين 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 هو الكابتن محمود ناجي كابتن محمود ناجي لم يدير أي مباراة السنة دي للأهلي لم يدير السنة دي أي مباراة البيرامدز تم تكليفه بإدارة مباراة بكرة محمود ناجي حكم لمباراة الأهلي وبيرامدز غداً إن شاء الله وهذه المباراة المؤجلة من الإسبوع الـ 28 للدوري العام ده ما يتم الإعلان الرسمي وخلال الـ 72 ساعة اللي جاية هكشف لكم عن مفاجأة تتعلق بالتشكيل الجديد للجنة الحكام خلال الفترة القادمة في ظل المشاكل اللي بتواجهها اللجنة واللي بيعترض عليها عدد كبير جدا من الحكام خاصة الحكام الدوليين في مسألة التعينات لأن الأزمة بتجبر وإحنا بنعمل سبوت على الجزئية دي تأكيدا على الكلام اللي قالوا الأهلي في الفترة الأخيرة تطوير المنظومة التحكمية في المسم القادم لأن السنة دي أنا المستوى الفني بتاعي كان فارق بنسبة كبيرة فكسبت رغم الأخطاء التحكمية ولكن السنة الجاية الله أعلم ممكن إلي يحصل ممكن تبقى الأخطاء أكبر من كده فتعمل لي يعني إعاقة إن أنا ما قدرش أكمل تعمل لي مشكلة في بعض المطشاط فمن دلوقتي من بدري إحنا بنشوف المشكلة فين ومن دلوقتي من بدري بنضق نقوس الخطر على المشكلة دي ومن بدري قبل بداية المسم الجديد هنعرف في الناس مين اللي عامل مشكلة ومين اللي بيسبب مشكلة عشان السنة الجاية ما يكونش موجود لأن نفس الشخص اللي عامل مشكلة أيام كلاتنبرج بيعملها دلوقتي ولو استمر للسنة الجاية هتبقى أزمة كبيرة والأهل حذر في بيانه وقال لاتحاد الكورة تطوير المنظومة التحكمية جزء اللي يتجزأ من تطوير اللي بيحصل للدوري المسم اللي جاي بعد الأخطاء اللي حصلت خلال هذا المسم خاصة في التعينات في ظل تعينات غريبة بتحصل فيه تقنية الفيديو لكن الأزمة مش تقنية الفيديو بس ده حتى حكام الساحة وددتكم سالة هون دلوقتي على موضوع اختيار حكم مباراة الأهل وبيراميدز بكرة كل ده أول مباراة التحصيل حاصل ما بالك بقى لو المنافسة شغلة لغاية الأسبوع القابل الأخير كنت هتشوف تفاصيل أكبر من كده اشتركوا في القناة